تسمية جديدة أطلقها أهالي الأنبار على طريق الرماد القديم الذي يربط مركز المحافظة بالأقضية غربي الأنبار وصف هذا الطريق بطريق الموت بسبب كثرة التعرجات والتخسفات مما تسبب بحوادث سير مروعة ومميتة مواطنون أبدو تذمرهم من تأخر تأهيل هذا الطريق والله هو خطر جدا خطر هو يعني مش هلما كان لأن هذا الطريق يربط الأنبار بالغربية وطريق سايد واحد وتتأذى به هوايا ناس أبرياء يعني هاي حوادث كل يومية وبين يوم ويوم وهي خاصة بالنزول مع المنتسبين يعني كل يومية حادث هستغب اليوم وين حادث والبارحة حادث والله شارع طسات وشمرات وسائج واحد وسيارة سجين ممثل قبل الآن لا تقدر تطلع سيارة أقل من نص ساعة ساعة تجيك سيارة جدام ما ذلك هاي جدامك ما ذلك تخلص منه والسيارة تجيل على الشارع وشارع خط واحد خط واحد من الرمادي لحصيره وتقول حكومة الأنبار أن العمل جاري لإنهاء العقد مع وزارة الإسكان والأعمار وتحويله على نفقة المحافظة والذي يقدر إنجازه بأقل من عام العمل الآن يصير لإنهاء العقد مع وزارة الإسكان والأعمار ومن ثم إمكانية تنفيذة على نفقتنا الخاصة والذي يعتقد ممكن أنه ينجز خلال سنة وأقل من هذه الساعة يعني وأكيد راح تكون هناك حوادث كثيرة وراح تكون هناك مشاكل كبيرة جدا لأنه طريق قديم بسايد واحد وأيضا هناك سيارات ذات السرع عالية جدا بالمحصلة أنها هي أكيد راح تصير حوادث خسائر مادية وأخرى بشرية نتيجة الحفر المنتشرة على طول الطريق والسرعة التي لا تأخذ بالحسبان لعدد من السائقين من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر